موسيقى التحليل من الميادين نشر العقيدة اللامية لنتنياهو التي صاغها قبل سنوات انتقادات لتناقض سلوك نتنياهو مع مدمون عقيدته وتشفيقهم في جدواها قرارات جديدة من مصر في لبنان دفع رواتب القطاع العام بالدولار ودعوة الحكومة لإقرار الاصلاحات الاقتصادية المصرف يؤكد أنه لن يقرد الحكومة لسد العجز هل تؤسس قراراته جديدة لحل الأزمة؟ صنعاء تندد بعدم ضم ميناء الحديدة في اتفاق تخفيض التأمين البحري ما يؤدي إلى رفع أسعار استلع والمواد الأساسية أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات المتراكبة فهل يذهب المشهد نحو التصعيم؟ في وثقة اليوم تزايد الشكاوى النسائية من التحرش في السي آي اي ضحايا التحرش يتهمن الوكالة بإجبارهن على الصمت كيف ينعكس ذلك على صورة الوكالة؟ في قضية اليوم ماكرون يفسح عن تصوره لعودة الحضارة إلى فرنسا مراجعة إصلاحية محاولة التفاف على الانتقادات الحادة للسياسات عدم الحسم ضد العدو إذا كان الثمن مقبولا الاستناد إلى قوة إسرائيل الروحية هي أبرز البنود التي وضعها رئيس الحكومة بن يامي نتنياهو في عقيدته الأمنية عقيدة كشفت صحيفة هارتس مسودتها معظم التعليقات الإسرائيلية على مضمون الوثيقة حمل انتقادات لاذعة لنتنياهو حيث يستخلص منها أن سلوكه متناقض مع ما كتبه في عقيدته في أول وثيقة يصوغها رئيس حكومة إسرائيلي بعد بن جوريون الذي صاغ العقيدة الأمنية الأولى لإسرائيل عام 1953 كشفت صحيفة هارتس عن مسودة ما أسمتها وثيقة العقيدة الأمنية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بن يامي نتنياهو الوثيقة التي أنجزت قبل خمس سنوات وعرضت على الكابينت وقيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية في آب أغسطس من العام 2018 تحت عنوان العقيدة الأمنية 2030 ونشر بعض مضامينها سابقا لكنها لم تعرض كاملة على الجمهور كانت في البداية مصنفة سرية للغاية ثم صنفت لاحقا غير سرية وتهدف إلى عرض التهديدات المتوقعة لإسرائيل من عام 2020 وعلى مدى عقد والميزانية المستثمرة المطلوبة لبناء القوة والطريقة التي ستتعامل بها إسرائيل مع أعدائها في الروتين والطوارئ مسودة العقيدة الأمنية الجديدة لإسرائيل التي وضعها نتنياهو تستند إلى وثيقة بنغوريون وتحدثها في ظل التطورات الإقليمية والتكنولوجية وتتضمن أربعة عشر بند وهي تكشف لأول مرة وتتضمن تصحيحات وملاحظات وتنقيحات بخط نتنياهو القوة العسكرية لإسرائيل وأحلافها الدولية أهمية القيم الديمقراطية ومنعة الشعب حماية الجبهة الداخلية وكيفية التعامل مع العدو بنود ذكرها نتنياهو في عقيدته الأمنية التي رأى خبراء أن كل تصرفاته تعكس تناقدا تاما مع ما كتبه فيما البند الأهم وفقا لهم يبدو في بند عدم الحسم استراتيجية الصفر لنتنياهو على حد وصفهم والذي يتحدث عن استعداد للتنازل عن حسم المعركة مع العدو عندما يكون الثمن غير باهظ جدا بالنسبة إليه مع الاستناد أكثر من أي شيء إلى قوة إسرائيل الروحية محللون قالوا أنه طالما أن نتنياهو على رأس هرام صنع القرارات فأن إسرائيل لن تخرج إلى معركة حاسمة وأن عدم قدرته على حسم قرارات حازمة تجلت أيضا في مجالات السياسة الداخلية حيث ارتدع دائما إلى اللحظة ما بعد الأخيرة محلل الميادين للشؤون الإسرائيلية دكتور عباس من إسماعيل ما هي رمزية العقيدة التي صاغها بن يمين نتنياهو وفي أي سياق يمكن وضعها تحية طيبة لك والزملاء لا شك بأن الرمزية الأهم لهذه الوثيقة هو أن نتنياهو كما ورد في التقرير هو يعد رئيس الحكومة الأول بعد بن جوريون الذي قام بصياغة ما يسميه العقيدة الأمنية لإسرائيل وبالتالي هو يكون أضافة إلى اسمه إنجازا وإن كان لم يخرج حتى الآن إلى حيث التنفيذ الرمزية الثانية والمهمة وهذا يطابق مع أهميتها هو أن العقيدة الأمنية في إسرائيل تحظى بأهمية كبيرة جدا وبرمزية كبيرة جدا وبالتالي مجرد الكشف عنها هو موضوع على قدر عالي من الأهمية النقطة الأهم في سياق وربما في سياق هذه الوثيقة والعقيدة الأمنية هو أن هذه الوثيقة ليست المحاولة الأولى التي جرت بعد وثيقة بن جوريون العقيدة الأمنية وبالنسبة بن جوريون حتى العقيدة الأمنية لبن جوريون لم يتم التبنيها بشكل رسمي هي ليست متبنات رسمية ولكن الجميع يعمل فيها ولكن أن يلجأ نتنياهو إلىها وثيقة أو عقيدة أمنية جديدة هذا يعد إقرارا من أعلى رأس هرام السلطة في إسرائيل بأن العقيدة الأمنية السابقة لم تعذي جدوى في مواجهة التحديات وأنه لا بد من تحديثها وهو بالفعل حصلت محاولات عديدة نتنياهو تواجه في محاولته هذه مراسل الميادين في بيروت حسن الرفاعي كيف تقارب المقاومة اللبنانية أداء بن يمين نتنياهو عبر خطابها وتحركاتها الميدانية فتوم من الواضح أن المقاومة قرأت طبيعة شخصية نتنياهو حتى قبل تسريب هذه العقيدة التي تحدثتم عنها إذ أن أمين عام حزب الله كان واضح وصريح جدا وتحديدا أود الإشارة هنا إلى نقطة هامة جدا الثمن الباهض الذي تحدث عنه نتنياهو بكل بساطة بكل بساطة بساطة قالها الأمين العام لحزب الله عندما قال له عليه أن لا يخطئ التقدير ولا يأخذ المنطقة إلى حرب كبرى أو إلى مواجهة كبرى ورغم التهديدات المستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي للبنان كان واضح وصريح أمين عام حزب الله ما ستفعلونه بلبنان سنفعله بكم بهذه البساطة الأمور عند المقاومة هي فاهمة جدا لطبيعة وشخصية بن يمين نتنياهو لبل أن حديث أمين عام حزب الله في لبنان الذي أصاب نتنياهو في صميمه تحول إلى مادة يتحدث بها بن يمين نتنياهو ويتسلح بها داخل الكابنت في أكثر من مناسبة تسلح بكلام الأمين العام لحزب الله ليواجه منهم في الكابنت الإسرائيلي ويدعوهم إلى توحيد الصف وإلى عدم ضعضعة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إذن هذا الأمر يوضح لنا بأن المقاومة في لبنان لا تعمل فقط على الجانب العسكري بل أيضا تعمل على الشانب النفسي تحديدا لشخصيات أو قيادات إسرائيل إنما عدنا إلى مرتكزات هذه العقيدة بحسب نتنياهو دكتور عباس ما هي أبرز المآخذ والملاحظات على هذه العقيدة التي وضعها نتنياهو يعني بطبيعة الحال الوقت المتاح لا يسمح بإضاءة بشكل كبير ولكن أهم ما يمكن الحديث عنه المسألة الأولى هو أن نتنياهو مثلا عندما تحدث في عقيدته عن عدم الحسم وهذا أهم المآخذ على عقيدات الأمنية لأنها تتناقض مع عقيدة بن يمين نتنياهو والمأخذ على هذه العقيدة أن نتنياهو طبقها في كل المعارك والحروب التي خاضها منذ تولى السلطة هذه مسألة غاية في الأهمية الرغم من أن بن يمين نتنياهو عاد صياغة هذا البند المأخذ الثاني هو ما له علاقة بتحديث نتنياهو عن أهمية الديمقراطية وأهمية المنعة الوطنية في العقيدة الأمنية لإسرائيل والاتهامات نتنياهو الآن بأنه هو يدمر الديمقراطية ويحولها ديكتاتورية وأيضا يفكك المنعة الوطنية أيضا عند حديث نتنياهو نتنياهو في عقيدات تحدث عن أربع أسس العسكري والاقتصادي والسياسي والروحي وفي كل واحد من هذه الأسس هناك مآخذ مثلا على المستوى السياسي أو الدبلوماسي مسألة الأحلاف الانتقاد له على علاقتهم مع الإدارة الأمريكية على المستوى الروحي ثمود الداخل الإسرائيلي والتماسك انتقادات له على ما يفعله على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي وربما أيضا من المآخذ المهمة على المسألتين بشكل سريع المسألة الأولى هو ربطه بين الموازنة الأمنية وبين الناتج القوم الاقتصادي علاقة بينهما. فهذا فيه حديث كثير. والمسألة الثانية بلغة الأهمية وأن الجبهة الداخلية كانت الأكثر حضورا في البنود الأربعة عشر لهذه الوثيقة. أكثر من ثمانية بنود من بين البنود الأربعة عشر تطرق فيها نتنياهو بصورة مباشرة وغير مباشرة لأهمية الجبهة الداخلية. هذا يعيدنا بالحديث إلى كلام سمح سيد نصر الله في خطاب الأخير عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعن إعادة سيد العصر الحجري. وما أنك تتحدث الآن في النهاية عن أمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله. إذن سننتقل إلى لبنان. لكن في ملف آخر وتنبيهات مالية أطلقها حاكم مصر في لبنان بالإنابة. وسيم منصوري في مؤتبرا صحفيا عقده في بيروت أولها. تأكيده مجددا ضرورة إقرار الإصلاحات المالية تجنبا للمزيد من تدعيات الانهيار الاقتصادي. وثانيها ولعله لافت أكثر هو قرار صرف رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار الأمريكي. في موازات القرارين مصرف لبنان ليقرد الدولة مجددا لتغطية العجز. إقرار الإصلاحات لتجنب مزيد من الانهيار الاقتصادي. خلاصة ما طالب به حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. هي المرة الثانية التي ينبه فيها منصوري إلى ذلك. إضافة إلى التشديد على أن مصرف لبنان لن يقدم للحكومة أي قرد لتغطية العجز المالي. مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر أكراد الحكومة. لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية. لن يتم طباعة عملة لبنانية لتغطية عجز. لأنه نتائج هذا الموضوع تعرف وشو بتأثر مصير نموذج ما بنا نوصل عليه. في مؤتمره الصحفي كشف منصوري عن التوافق على توفير احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المس باحتياطي مصرف لبنان من العملة الصعبة. قرار آخر لافت أعلنه منصوري. وهو صرف رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي هذه المرة. فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام. فالكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي سبعة تريليون ليرة. وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصرف. لذلك سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الحالي بالدولار الأمريكي لكل القطاع العام وعلى سعر خمسة واثمين ألف وخمسمائة ليرة للدولار الواحد. صرف الرواتب بالدولار لا يبدو أنه سيخفف وقع الأزمة إذ تشير آخر الأرقام المتعلقة بإدارة الإحصاء المركزي إلى ارتفاع مؤشر الغلاء على أساس سنوي بنحو مائتين وأربعة وستين في المائة في نهاية الفصل الأول من العام الحالي. عندما يدفع الأجور بالدولار بيكون عم بيقصم الأجر باللبنان على خمسة واثمين ألف الخمسة واثمين ألف تتضمن نسبة التضخم وبالتالي النتيجة بالدولار ستكون النتيجة هزيلة بمعنى أن هذه الدولارات التي سيقبضها الأجير لن تغطي له حتى حاجاته الأساسية لا حلول تلوح في الأفق حتى اللحظة في ظل المطالبات المتكررة لحاكم المصرف بالإينابة رواتب القطاع العام بالدولار ولكنه دولار يغلبه ارتفاع الأسعار المتسارع فهل تبدأ الإصلاحات قبل نفاذ الوقت؟ حسان الرفاعي بيروت الميادين حسان ما خلفيات وأسباب قرار الحاكم بالإينابة بدفع الرواتب بالدولار وعدن طبع الليرة لتغسية العجز وما انعكاسات هذه القرارات على المديين القريب والبعيد فتون خلال الفترة الماضية كان ملاحظ أن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كانت كبيرة جدا في السوق اللبنانية وهذا الأمر كان يدفع بطبيعة الحال بسعر الصرف إلى الارتفاع يوما بعد يوم حتى ساعة بعد ساعة ما يحاول فعله وسيم منصوري الآن هو عدم تضخيم هذه الكتلة النقدية الموجودة إذ إنها دون جهد يذكر منه أو منه ومن الحكومة بدأت بالتقلص تدريجيا وانخفضت بحدود التريليوني دولار في حال أراد أن يسلم الرواتب بالليرة اللبنانية سيضطر إلى ضخ 7 تريليون ليرة لبنانية إلى داخل السوق اللبناني هذا الأمر يحتم على من سينالون هذه الرواتب بتحويل رواتبهم إلى الدولار وسيعود الدولار إلى الارتفاع مجددا ما يحاول فعله وسيم منصوري الآن هو المعالجة المؤقتة لهذه الأزمات التي يشهدها لبنان عدم ضخ الليرة اللبنانية عدم طباعة الليرة لا يحاول ضبط التضخم على الأرض إلا أن هذا الأمر يحمل في طياته بعض شق سيء بالنسبة لموظفي القطاع العام بالنسبة لهم رواتبهم تتحول الآن إلى الدولار بحسب سعر صرف حدده هو 85 ألف ليرة هذا الأمر لن يسمح لهم لن تكون رواتبهم كبيرة بالمقارنة مع ما كانت عليه سابقا إذ أنهم كانوا يعمدون إلى تحويل الدولار الذي يحصلون عليه إلى الليرة اللبنانية بفارق كبير بين سعر السوق وبين السعر الذي كان يحدده رياض سليمي ما كان يعد الأمور بالنسبة لهم أما اليوم باتوا قريبين جدا من السوق هذا الأمر في ظل الغلاء الحاصل في لبنان سينعكس بشكل سلبي عليهم ومعنا بجانب من هذه الجوانب في هذا المنف نتحدث عن الأزمات المعيشية التي تعيشها كثير من الشعوب العربية سأتوجه إليك مدير مكتب الميادين في صنع أحمد عبد الرحمن لأسأل عن استمرار الأزمة المعيشية الاقتصادية سواء في عدن أو في محافظات أخرى في اليمن ماذا عنها؟ تحياتي فتون لكي والسملاء العزاء والمشاهدين الإرامي الأزمة مستفحلة والوضع أسوأ مما نتوقع ومما يبدو عليه كما يقول الكثير من المواطنين والألميين وأيضا السياسيين الذين تواصلت معهم خلال الأيام الماضية اليوم الرابع التوالي تستمر لاحتجاجات المظاهرات الشعبية في عدن في أبن بعض المحافظات الأخرى وهي احتجاجات حتى هذه اللحظة ما زالت احتجاجات مطلبية تطالب بحياة كريمة بتحسين مستوى الخدمات التي انهارت تماما وآخر هذه الخدمات المنهارة هو قطاع الكهرباء بعد توقف أكثر من 80% من محطات توليد الطاقة في عدن ومع ذلك رغم استمرار المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التحالف السعودي الإماراتي وأيضا حكومة المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي لم يلتفتوا حتى هذه اللحظة لهذه الاحتجاجات ولمطالب الناس ما يضع كثير من علامات الاستفهام لماذا لا يتم الاستجابة والانتفات لمطالب الناس هل الغرض هو معاقبة الناس والضغط عليهم كما يقول كثير من السياسيين للقبول بالوجود الإماراتي السعودي في تلك المقاطق نعم سنعود إليك على كل حال في الملف الثالث اليمني لكن الآن حسان حاكم بالإنابة يكرر المطالبات بإقرار الإصلاحات نريد أن نفهم ما هي أبرز هذه القرارات وإلى ماذا يستند علينا العودة هنا إلى ما قبل انتهاية قبل انتهاء ولاية رياض سلامي عندما التقى نواب الحاكم الأربعة بأعضاء لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب عرضوا عليهم خطة متكاملة للخروج من الأزمة خطة لا تعتمد على المعالجات المؤقتة كما يفعلون الآن أبرز بنود هذه الخطة كان الكابتل كنترول بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصارف المصارف التي تقول اليوم بأنها لا تمتلك الأموال لإرجاع ودائع المواطنين يجب إعادة هيكلتها مع تسلم وسيم منصوري حاكمية مصر في لبنان حاول الرئيس بري الدعوة لجلسة لمجلس النواب للبدء بإقرار جزء من هذه القوانين المطروحة إلا أن تغيب بعض الكتل النيابية عن حضور الجلسة أسقط نصاب الجلسة فاضطر الرئيس بري إلى تأجيل هذه الجلسة هذا الأمر يحتم على وسيم منصوري أن يعمل وفق معالجات مؤقتة مجددا ولكنه حذر اليوم بأن الاستمرار بالمعالجات المؤقتة سيحيل لبنان إلى مكان سيء جدا ستتهالك الدولة أكثر وأكثر ولن يعود من إمكانيات الدولة أن تعالج الوضع على الأرض لذلك أصر على ضرورة تحرك بسرعة والخروج من الحلول المؤقتة طيب تبقونا معنا من جميعا دكتور عباس حسان وأحمد عبد الرحمن وننتقى المشاهدين الكرام إلى ثقرة وثيقة اليوم ارتفاع في عدد شكاوى من موظفات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول التحرش الجنسي والتمييز هذا ما كشفه تقرير نشرته السشيادة براس الأمريكية بحسب هذا التقرير تقدم ما لا يقل عن عشرين امرأة في الأشهر الأخيرة بشكاوى إلى السلطات والكونغرس المتحرش بهن اتهمنا وكالة التجسس بتفعيل حملة لمنعهن من التحدث علانية مع تحذيرات من أن حياتهن المهنية قد تدمر ومن أن الشكاوى تعرض الأمن القومية للخطر يشير التقرير إلى أن الشكاوى المقدمة إلى مكتب تكافؤ فرص العمل التابع للوكالة تضاعفة هذا العام مقارنة بالعام الماضي غير أن نتائج التحقيقات تبقى لافتة إذ وبحسب التقرير دائما أثبتت الوكالة شكوى واحدة فقط متعلقة بالتحرش الجنسي من بين 290 شكوى تتعلق بالعمل منذ العام 2018 سيناتور فرجينيا وسيناتور فلوريدا دعوا إلى إجراء تحقيق رقابي وعقد جلسات استماع للضحايا كما أجرى مساعدون في الكونغرس مقابلات واتصالات بنحو 20 موظفة هذا العام وفقا لهذا التقرير في التعليقات على أداء الوكالة تجاه هذه الأزمة ينقل التقرير عن سيناتور فرجينيا قوله إن وكالة المخابرات المركزية قد تكون تعتقد بأنها لا تخضع للقانون الفيدرالي الآن ننتقل إلى ملفنا الثالث صنعاء تندد بعدم شمول ميناء الحديدة في اتفاق تخفيض التأمين البحري ما يؤدي إلى مزيدا من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية وتطالب بوقف التفتيش الأممي في ميناء جيبوتي للسفر المبحرة إلى ميناء الحديدة هل يتجه المشهد إلى تصعيد جديد؟ محاولات مستمرة من التحالف ليعادة الحصار الكامل على ميناء الحديدة بالرغم من التهدئة المعلنة تصريحات أطلقتها صنعاء تنديدا بعدم شمول الميناء في اتفاق تخفيض قيمة التأمين البحرية خلافا للموانئ اليمنية الأخرى ما يعني مزيدا من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية عاد استمرار التفتيش الأممي للسفن الآتية إلى الميناء في جيبوتي للأسف الشديد بأنه نحن في هذا الاتجاه تفاجأنا بأن يكون هذا التخفيض محصورا على بعض الموانئ دون موانئ البحر الأحمر وهذا ما أزعجنا ولذلك قدمنا الاعتراض إلى البرنامج المائي الممتحدة ووجهنا إليهم اللوم بأنه يجب أن تكون عملهم خدمة لكل أبناء الشعب اليمني من المهر إلى صعدة وليس انتقائي أو سياسي ميناء الحديدة عمل خلال فترة التهديئة برعاية أممية ووساطة عمانية بقدرة استيعابية لا تتجاوز الخمسة والثلاثين في المئة واستقبل منذ مطلع العام الحالي 224 سفينة فقط ما يؤكد استمرار الحصار والقيود والتضييق على هذا المنفذ الحيوي كما يقول مراقبون ارتفاع تكلفة التأمين وأيضا ارتفاع تكلفة الإيجار لأنه عملية التفتيش تأخذ لها الأسابيع في هذه الموانئ ومن ثم يترتب عليه ارتفاع التكلفة ومن يدفع التكلفة في أخيرا هو المواطن اليمني هناك صنعاء تطالب الأمم المتحدة بتخفيف القيود والإجراءات لدخول السفنة تخفيفا لمعاناة اليمنيين كما تطالب بتوفير المعدات التي قصفها التحالف خلال سنوات الحرب في الميناء وأهمها الرافعات ما أدى إلى انخفاض وتيرة العمال ميناء الحديدة يغطي 70% من احتياجات اليمنيين من السلع والمواد الغذائية وكذلك يعد منفذا رئيسيا للمساعدات الأممية وتدعو صنعاء إلى إدخال الميناء في اتفاق خفض التأمين البحري كضرورة إنسانية والضغط لوقف التضييق المتواصل للتحالف أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين إذن أحمد عبد الرحمن ماذا وراء استمرار آلية التفتيش الأممية على ميناء الحديدة وعدم شمولية هذه الآلية في اتفاق تخفيض التأمين البحري الأمم المتحدة تقول أن عدم شمول ميناء الحديدة ضمن اتفاقية التهديئة والتأمين البحري هو استمرار حالة الحرب القائمة بطلب أيضا من حكومة المجلس الرئاسي وما تصفها بالحكومة الشرعية وهذا يعني فتون أن الحرب ما زالت مستمرة وأن الحصار أيضا ما زال مستمرة أيضا اتفاق التهديئة وقبل ذلك اتفاق الهدنة نحن لم نعرف ما هي بلود اتفاق التهديئة هذا ولا أحد يعرف ذلك طبعا لكن في اتفاق الهدنة السابق الذي يعلن قبل عام وقتل مطلع أبريل من العام الماضي نص على رفع القيود على ميناء المديدة وإدخال أو السمح بإدخال 18 سفينة إلى ميناء المديدة شهريا بعد ذلك تم رفع القيود يعني شبه كلي عن هذا الميناء وتم السمح بدخول السكون لكن استمرت عملية التفتيش في جيبوتي وأيضا استمرت لم ترفع أيضا يعني مسألة التأمين البحري البات الكلفة العالية وهذا كما تقول حكومة صنعاء يعني يضاع الكلفة المادية على الناس بالنسبة للسراع الغذائية يعني إجمالا يعني أن الحرب ما زالت مستمرة الحصار ما زالت مستمرة وهناك ضغوط تجري على صنعاء للقرول بالصيغة التي تضعها السعودية والدخول في حوار يمني يمني مع حكومة المجلس الرئاسي وبعد ذلك يتم رفع هذه القيود بطلب من حكومة المجلس الرئاسي وصنعت تقول من جهتها بأن صبرها قد نفذ هذه النقطة سنعود إليها بعد قليل في المداخلة الأخرى لكن دكتور عباس بما أنه كنا نتحدث في الملف الأول عن العقيدة الأمنية لبن يمين نتنياهو أريد أن أسألك في هذه العقيدة أين يتموضع اليمن بمفهوم المواجهة والخطر بوصفها جزء من محور مقاوم يعادل احتلال إسرائيلي بطبيعة الحال اليمن لم تذكر في هذه الوثيقة ولكن اليمن سبق أن ذكرت في العديد من تقديرات الاستخباراتية باعتبارها جزءا من محور المقاومة وباعتبارها جزءا من المواجهة المستقبلية ويجي الحديث عنه من مواجهة متعددة الصحات من ضمن الصحات التي تقصد اليمن والتي تصنف في صحيح أنها ضمن الدائرة الثانية الإشارة إلى اليمن وإلى دول دائرة الثانية يمكن العثور عليها من خلال الحديث عن ما يمكن أن تعرض له الجبهة الداخلية ومن خلال أيضا بند يجي الحديث عنه في الوثيقة عن ضرورة حسن المعركة متعددة الجبهات اليمن بما لديه من قدرات صاروخية يفرغ هذه الوثيقة من مضمونها ومن أهميتها لأنه من ضمن الوثيقة هو العمل السريع والحاسم لتحييد الجبهة الداخلية عن دائرة الاستهداف هذا الأمر متعذر إسرائيليا في حال دخول حصول مواجهة يكون اليمن طرفا فيها طيب أحمد إذا استمرار هذه القيود في ميناء الحديدة وعدم الاستجابة لصرف رواتب الموظفين كما قلنا تقول صنعاء بأن صبرها ينفد هل هذا الكلام يعني بأن الأمور ستذهب باتجاه تصعيد جديد؟ كان حديث قائدا صلى الله واضحا في قطابه الأخير هذه النقطة المتعلقة برواتب الموظفين وأيضا المتعلقة بعدم تنفيذ التحالف السعودي أو السعودية لبنود الاتفاق والالتزامات التي التزمت بها في المحادثات السرية برعاية وساطة عمانية لكن بعد زيارة الوفد العماني إلى صنعاء يبدو أن الأمور ذهبت باتجاه آخر وهو إتاحة وقت آخر وفرصة أخرى وكما تقول صنعاء هي فرصة أخيرة للوساطة العمانية وأيضا للتحالف السعودي الإماراتي وتحديدا للسعودية للاستجابة والقبول بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك المقاوضات والذهاب نحو جولة جديدة من المقاوضات من المتوقع أن تكون مع حكومة المجلس الرئاسي أو مجلس القيادة الرئاسي لأن السعودية تقول أنها رفعت يدها تماما عن اليمن وأيضا بما في ذلك طبعا القيود على ميناء القديدة وأن الحالف السعودي رفع يده عن الميناء وسمح بإدخال السفن إلى الميناء وبيوصولها إلى الميناء لكن مسألة التفتيش على السفن هذه مرتبطة بالطلب قدمة من قبل الحكومة الشرعية أو الحكومة اليمنية الشرعية لدى الأمم المتحدة وذالي يجب الذهاب إلى حوار يمني يمني لرفع بيود وأيضا للانتقال شكرا جزيلا أحمد عبد الرحمن حسان رفاعي ودكتور عباس اسماعيل فاصل نحلل بعضه قضية اليوم إعادة حضارة البلاد مصطلح أطلقه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون كعنوان لتوجهه في المدى القريب لمعالجة الأزمات المتراكمة التي تعيشها فرنسا ماكرون وضع المدرسة في مقابل منصات التواصل الاجتماعي تعزز دور الأهلي والمعلمين في مقابل أنماط التربية الجديدة الرئيس الفرنسي أصاب جزءا مهما من جوهر الأزمة لكنه برأي معارضين يحاول تفادي الاعتراف بالواقع المأزومي لعهده وستراتيجياته فهل يمكن أن تشكل مقاربة ماكرون خريطة طريق للخروج من الأزمات أم إنها قاصرة عن ذلك الأزمة العاصفة ومتعددة المستويات التي تعيش فرنسا على وقع تفاصيلها يبدو أنها دفعت الرئيس الفرنسي إلى وضع ما يشبه خريطة طريق لمعالجتها عنوان هذه الخريطة هو إعادة الحضارة إلى فرنسا أما محاورها كما عددها الرئيس الفرنسي في مقابلة صحفية نشرت أخيرا فهي تربوية وأعلامية واجتماعية وعائلية الطريق إلى إعادة الحضارة مقاربة أفسح عنها ماكرون تهدف إلى تعزيز سلطة المعلمين في المدارس وجعل الأطفال يخدون وقتاً أقل في النظر إلى الشاشات وأكثر في المدرسة أهداف ربما تنبع من حرص على بناء الفرد الفرنسي منذ الطفولة وإعادة بناء نظام التعليم المأزوم ولسيما في ضواحي المدن لكنها قد تبدو وفق آراء أخرى تكراراً لتفسير ماكرون حول حصة كبيرة لمنصات التواصل الاجتماعي والتعليم والأهل من المسئولية عما آلت إليه أحوال التلاميذ من تفلت وفوضى وانفصال عن مجيبات التعليم ومن استعداد متواصل للعنف وليس لتدهور نظام التعليم الرسمي كلياً وتراجعه أمام التعليم الخاص في رأي معارضيه تنطلق مقاربة ماكرون من تحميله عائلات ومعلمي المراهقين والشبان مسئولية العنف والفوضى الصيف الماضي ونقص التوجيه المدرسي والرقابة العائلية وهو ما أثر حفيظة قسم كبير من الفرنسيين الذين يرون أن الرئيس وحكومته يتجاهلان عمداً حقيقة أن فرنسا مأزومة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بسبب الرغبة في بناء دولة الشركات والقطاع الخاص على حساب الإنتاج الوطني والتعليم الرسمي والتبابة العمومية والسيادة على مقدرات البلاد مؤشرات الاعتراض على مقاربة ماكرون الجديدة صدرت من نقابات التعليم التي وصفت كلامه بأنه تجميع لما وصفته بالكليشيهات القديمة والمبسطة حول المدرسة من أجل الوصول إلى الناخبين اليمينيين هكذا وفي إطار التفاعل السياسي والشعبي مع تصريحات ماكرون يترقب كثيرون في فرنسا موجة من الرفض لكلامه ويرون أنه يحاول استيعابها مسبقاً بإعلان عزمه على استدعاء سياسيين معارضين لإجراء محادثات هدفها معالجة العنف محل الميادين الشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين لماذا يأمل ماكرون أن تستعيد المدرسة حضارة فرنسا ماذا يقصد بذلك؟ وهل يحقق ما ينشده من خلال هذا الكلام؟ أولاً بالنسبة للمدرسة ودائماً كل المسؤولين وحتى المواطنين الفرنسيين يراهنون على المدرسة تاريخياً المدرسة العلمانية يعني المدرسة الحكومية هي التي أمنت التكافؤ الفرص بين كل الفئات الاجتماعية وهي التي أنتجت تحديث فرنسا وحضارة فرنسا لكن اليوم عندما يتحدث ماكرون عن حضارة أو ترميم الحضارة هو بالطبع لا يتناول موضوع الحضارة بالمفهوم الحضاري هو يتحدث بالأحرى عن المدنية يعني إعادة المدنية إلى فرنسا عن طريق المدرسة هذه هي المقابلة 17 صفحة ما بعرف يعني كيف ممكن تتأخذ 17 صفحة يحكي فيها كل شيء ولا شيء عملياً لأنه عين جابريل أتالي وزيراً للتعليم وهو متشدد بفرض العلمانية كما يرى هو ليس المدرسة الحكومية يعني ما بدأنا نشهده في فرنسا وغير فرنسا بأن العلمانية هي مثلهم التي ابتدعوها ولم تكن هي بالأصل المدرسة الحكومية والتآخي والتضامن وكل ما المدرسة الحكومية هي التي تؤمن ليس فقط تكافؤ الفرص إنما تآخي بين كل فئات الشعوب هو كيف يريد أن يستعيد يرمم هذا التآخي لربما نستكمل هذه الفكرة نستكمل هذه الفكرة لربما في جزء منها مع موسى عاصم الحل المادين لشؤون الأوروبية والدولية موسى إعادة بناء الأمة هذا المصطلح استخدمه إيمانويل ماكرون في هذا اللقاء الذي نشر مما تعاني فرنسا ليكون إيمانويل ماكرون يريد استعادة أو إعادة بناء الأمة يعني يحق لإيمانويل ماكرون القول بأن فرنسا بحاجة إلى إعادة بناء الأمة أو إعادة تأهيل فرنسا اليوم لا تشبه أبدا فرنسا الأمس هناك انحضار مستمر وسقوط لهذه الدولة من دولة آمنة تعتبر كانت حضارية مستوى عالم من التعليم مستوى منخفض من الجريمة محترمة على المستوى الدولي لديها سمعة محترمة على المستوى الدولي وثقة داخلية من قبل الشعب الفرنسي اليوم الوضع بالمقلوب تماما فرنسا تعاني بشكل كبير إن كان على مستوى التعليم أو على مستوى العلاقات الاجتماعية والمستوى الاجتماعي للفرنسيين يمكن أن نستند إلى بعض الأرقام التي تظهر مدى انحضار الدولة الفرنسية أو الأمة الفرنسية خلال العقدين الماضيين هناك تقرير صدر من فترة عن وزارة الداخلية الفرنسية حول مسألة الجريمة في فرنسا وهذا يعكس بالفعل إلى أي مدى وصلت فرنسا هذا التقرير يقول مستوى الجريمة في العام 2022 مقارنة مع مستوى الجريمة في العام 2021 لا نتحدث عن الصنوات السابقة جرام القتل ارتفعت بنسبة 8% الإصابات المتعمدة للأشخاص الذين تبلغ عمارهم 5-16 عاماً ارتفعت 15% ضحايا العنف الأسري 17% الاعتداءات الجنسية 11% طعات المخدرات ارتفعت بإصبت 13% بالمقابل مستوى الجامعات الفرنسية مستوى التعليم الفرنسي في انحضار مقابل ارتفاع مستوى الجريمة أول جامعة فرنسية على المستوى الفرنسي وأهم جامعة هي جامعة فرنسا للعروم والأداب تقع اليوم في مستوى 52% على المستوى الدولي إذن نحن أمام واقع جديد لفرنسا واقع خطير بالنسبة للفرنسيين وربما موسى هذا الواقع وهذه المعطيات والإحصائيات التي ذكرتها لنا في هذه المداخلة وهي مهمة توحي بأن إيمانويل ماكرون يمارس سياسة الهروب إلى الأمام إذن سليم بوزيدي محلل المادين للشؤون الأقليمية والثقافية برأيك إيمانويل ماكرون يحاول تدارك الفشل في سياساته إن كانت الخارجية أو الداخلية بتعويم مثل هذه المفاهيم عبر هذا اللقاء مفاهيم حضارية يعني تحياتي فتون تحياتي زميلتي فتون والزمراء العزاء والمشاهدين المادين أولا كمدخل لماذا نهتم بهذه المقابلة المطورة لإيمانويل ماكرون مع مجلة لوبو أو على الأقل بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية فرنسا كانت وستبقى لاعب مهم هي في علاقة متداخلة تؤثر وتتأثر بشكل كبير بهذه المنطقة وبالتالي التوقف عند ما قاله ماكرون لأن فيها الكثير من التفاصيل ما ستؤثر مباشرة في المنطقة على الأقل نأخذ ثلاث عناصر هي في شكلها معنية بشكل الداخل لكن لها تأثير مباشر في السياسة الخارجية الجزئيين التي تحدث فيها ماكرون على مسألة العنف وتشخيصه ولتوصيفه على أن هناك نوع من الالتباس في العلاقة بين جزء من السلطة وكان يشير إلى الجهات الأمنية وجزء من المحتجين في الحقيقة هذا تبسيط وتسخيف وأيضا قفز على حقيقة أن مسببات الأزمة والعنف في المجتمع الفرنسي والذي تبدى فيه بعد جريمة الشاب النائل تعكس أن فرنسا تعيش أزمة وجودية أحد عنوينها هي العنصرية والإسلاموفوبيا وأيضا أزمة المهاجرين وأزمة الظواحي العنصر الثاني وهو ما يعني كذلك مسألة وهي في الحقيقة أحد القنابل التي فجرها ماكرون وهي ستكون عنوان سياسي حتى لعلاقاته مع دول المغربية ما يتعلق بقانون الهجرة الذي طرح على الأقل بالنسبة للجزائر سنة 1968 وقال أنني سألجأ إلى الاستفتاء أو بعض الخيالات الدستورية إذا ما فشلت في تمرير هذا القانون وقانون الهجرة سيكون أحد الألغام والقنابل التي ستفجر علاقة العنوان الثالث بسرعة وهو قليتا عندما قال أن لو لا التدخل الفرنسي في عمليتي سيرفال وبرخان ما كان سيكون هناك لا النيجر ولا بوركينافاسو ومالو وهذه قمة العنجهية وقمة التسلط وقمة الاستخفاف بالآخرين عندما يقول ماكرون مثل هذا الكلام وهنا إذا نعود إلى مفهوم الحضارة معك قاسم عز الدين ما أزمة الحضارة في فرنسا يعني بحسب ريمو أرون اللي هو يعني فيلسوف أو علم الاجتماع الفرنسي الذي نبه من أزمة الحضارة بأواخر السبعينيات وأخذ أوروبا كنموذج واعتبر أن أوروبا محكومة بالانحطاط والتخلي عما شهدته قبل القرن العشرين لذلك لكيف أثبت نظريته بسبب الأزمات الاقتصادية الأزمة البيئية الأزمات الاجتماعية غياب الدولة والأفق المسدود لم تعود الدولة قادرة أن تطرح أفق للخروج من مجمل هذه الأزمات هذه الأزمة الحضارة بالنسبة لريمو أرون أما بالنسبة لمكرون الذي أخذها واستشهد بها مع علماء الاجتماع بـ 2022 هو أخذ روبير إلياس الذي يعتبر أزمة الحضارة هي العنف وبالنسبة لمكرون أن كل عنف في فرنسا وفي غير فرنسا غير مبرر طبعا هو يقصد العنف الجسدي لا يعتبر العنف الفقر هو عنف لا يعتبر أن البطالة هي عنف لا يعتبر أن الإنسان إذا لم يكن قادرا أن يكون يعيش بشكل محترم هو عنف العنف فقط هو عندما تتصدى المتطيرون للشرطة لا يعتبر أن الشرطة تقوم بالعنف للسبب بذلك أن هذه الأزمات التي تتمخض عن أزمات فرنسا الاجتماعية والجيوسياسية وقد عرضها ماكرون في المقابلة أن كل شيء يتفتت ليس فقط في فرنسا وبمانا يتحدث أن كل شيء يتفتت أيضا ويتعرض تحديدا لموضوع التعليم والإصلاح من خلال المدرسة للحضارة برغم من ذلك هناك موجة غضب كبيرة عليه موسى عاصي أو على تصريحاته تحديدا من القطاع التعليمي لماذا؟ الأسباب عديدة والانتقادات تتوزع بين مجبوعة من الأسباب السبب الأول هو أن إمانيول ماكرون ليس لديه أي صلاحية لتدخل ببرامج التعليم ووضع مواد وإضافة مواد وإزالة مواد من البرامج التعليمية هناك جهات متخصصة لهذا الأمر وهو بالتعاون طبعا مع وزير التربية الذي تجاوزه إمانيول ماكرون من خلال وضع هذه الرؤية الجديدة للتعليم في فرنسا هذا الانتقاد الأول لذا قطاع التعليمي ونقبات المعلمين يعتبرون أن إمانيول ماكرون يمارس ديكتاتورية في هذا الأمر ويفرض أشياء على نظام التعليم ولسيما في مواد التاريخ والجغرافيا ليست من صلاحيتها المسألة الثانية هو عندما يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك تعليم للقيم الفرنسية أو أن يقرأ نص أسبوعيا عن القيم الفرنسية العظيمة هنا يستعير من اليمين الفرنسي هذا الخطاب الذي يتحدث تائما عن القيم الفرنسية القيم المثل الفرنسية القيم العليا الفرنسية وهنا أيضا الانتقاد ينطلق من وجهة نظر تقول بأن إمانيول ماكرون يحاكي الناخب الفرنسي يحاكي الأحزاب اليمينية يحاكي النواب اليمنيين في الجمعية الوطنية ربما لأنه بحاجة لهم في اقتراحات مستقبلية ستناقش في الجمعية الوطنية كما حصل في اقتراحه المتمثل برفع سن التقاعد الذي حضي بموافقة الجمعية الوطنية بمساعدة الأحزاب اليمينية سليم وفي جزء منها هل مهاجمة مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأسباب العنف في المجتمع الفرنسي هو جزء من تخبط لربما وتعمية وتغطية وتوجيه أنظار عن أزمة تنامئة العنصرية المجتمعية والمؤسساتية ولا سيما ضد المهاجرين من المفيد أن نلفت إلى بعض المعلومات التي عندما تناولت مثلا الدراسات الموضوع الشعبوية كان لافتا للنظر أن يوضع خطاب إمانويل ماكرون ضمن خطب الشعبوية السياسية المعاصرة وبالعكس أن يمثل ماكرون عند هؤلاء الدارسين عنوان لطيار الشعبوي بهذا المعنى يمكن أن نفسر جزء كبير مقاله ماكرون في هذه المقابلة وأيضا نفسر استدعاء بعض القضايا الكبرى وكذلك أن حلت التشخيص والتوصيف للمشاكل هو في جزء منه متخبط لكن جزء منه مضلل وهنا عندما يدخل في لعبة لمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي على أنها أحد أسباب العنف في المجتمع الفرنسي هذا النوع من الدماغوجيا في الحقيقة ليس معروفا وليس مقبولا في التيارات واللخب الأوروبية والغربية بشكل عام وهو أقرب للفشل منه لمعالجة مشكلة من جديد إلي قاسم عز الدين بما أنه إمانوال مكران يحاول وضع مقاربة لربما للتخلص من الأزمات هل يمكن في إطار هذه أو خريطة الطريقة التي يضعها التعويل على ملامح مبادرته السياسية مع المعارضة لو سمحتم بأقل من دقيقة لكل إجابة يعني بأقل من دقيقة هو يريد أن يفتح نقاش مع المعارضة أو المعارضة اليمينية بالتحديد ليس في مسألة المدرسة مسألة المدرسة باتت محسومة وزير التربية وزير التعليم أعلن خطته وأنه يريد أن يدرس المبادئ الأساسية للعلمانية كما يراها أو قيم الجمهورية وباتت معروفة هذا اللي يسمونه قيم الجمهورية هي الحرية الجنسية هي ضد الدين هي هي إلى آخر يعني يريد أن يزيد الشيء من الشيء نفسه أما مسألة سياسية موضوع التعاقدات يعني مسألة نهاية الخدمة والتعاقدات التي لم ينجح ماكرون بإقرارها سوى بأمر جسوري يريد أن يفتح النقاش ولا طريق يعني لا أمل بأن يجمع بعض الأطراف حول هذا الأمر طيب موسى كيف تجمع فرنسا ما بين أزمات الداخل المأزوم أصلا وما بين السياسة الخارجية وموقعها من الأزمات الدولية يعني ربما الأزمة الداخلية هي جلس صغير جدا لا يقارن بحجم المأساة التي تعانيها فرنسا على الساحة الدولية فرنسا لم تعود الدولة العظمى التي كانت كان لها دور على الساحة العالمية وذلك منذ أكثر من عقدين يعني اليوم لا نعيش في زمن شارل دي جول ولا جاك شيراك الذي وقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية لمنع غزو العراق أو حتى فرنسوان ميتيرون الذي ساهم مع ألبانيا بقيام هذا الاتحاد الأوروبي الذي نراها اليوم فرنسا ساركوزي وهولند واليوم إيمانيول ماكرون هي دولة صغيرة دولة ليس لها أي تأثير على الساحة الدولية نرى ذلك على سبيل المثال لا الحصر كيف يعامل المعوط الفرنسي إلى لبنان جون إيف لدريون يعامل باستلشاء ليس لديه أي قيمة ولا يتم التعاون معه إلا من خلال رفع العتبة المبادرة الفرنسية لم تنجح في لبنان ولن تنجح في هذه المرحلة أيضا على المستوى الدولي في الأزمة الأوكرانية نرى فرنسا أنها تطبق فعلا ما يكتب من استراتيجيات في الولايات المتحدة الأمريكية ليس فرنسا فحسب ناما كل الاتحاد الأوروبي ولكن فرنسا بشكل خاص لأنها لا تزال حتى الآن تحاول إظهار نفسها كأنها قوة كبرى على الساحة الدولية سليم أزمة المجتمع الفرنسي التي تحدث عنها مكرون هل هي حق لكن يراد بحديثه عنها باطل أو تحقيق باطل معين؟ بالحقيقة أن فكرة الحضارة والسدعاء مثل هذه السرديات ويدغدق جانب من تيار ثقافي وأكاديمي ونخبوي على أن صحيح أن فرنسا كانت على الأقل الفكر التنويري والمدرسة العلمانية الفرنسية في الدراسات الاجتماعية على الأقل كانت مؤثر لكن الآن عندما استدعاء هذه القيمة العلمانية بهذا الشكل السافر حاليا وعندما يتحدث عن دور الأسرة عن أي أسرة يتحدثون وهم قد هشموا وحطموا الأسرة نسبة الزواج وكذلك الأسرة في المجتمعات الغربية إلى مستويات متدنية جدا وبالتالي المجتمعات تعاني من الشيخوخة تعاني من أمراض أخلاقية وقيمية وحديث مكرو عن استعادة الحضارة هو بيع الوهم ربما أن الأزمات الكبرى داخل المجتمعات الغربية ومن بينها المجتمع الفرنسي تحديدا لم تنفجر بعد ومكرو عندما تنفجر هذه المشاكل بشكل حقيقي يصبح كلامه مجرد دجل لسه أكثر كل الشكر لكم جميعا سليم بوزيدي موسى عاصي وقاسم عز الدين التحليل ينتهت دمتم سالمين موسيقى